والآن وقفة اقتصادية من نشرة السادسة الوقفة الاقتصادية تأتينا بها فاطمة خليل أهلاً قطع أهلاً أداء أهلاً أميرة وأهلاً بكم مشاهدين وجولة اقتصادية جديدة موسيقى موسيقى أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء استطلاعاً للرأي حول رؤية المصريين للتحول الرقمية وقد أشارت أبرز نتائج الاستطلاع إلى أن 43.8 من 10% من المصريين يمتلكون كروتاً بنكية حيث تركزت نسبة امتلاك الكروت البنكية بين المواطنين في المحافظات الحضرية والمدن كما أشارت النتائج إلى أن 21.5 من 10% من المصريين قاموا بتحميل تطبيقات للدفع الإلكتروني على هواتفهم المحمولة موسيقى أكدت وزارة البترول أهمية العمل على تشجيع الاستثمارات الجديدة في مشروع المثلث الذهبية تنفيذاً لتكلفات القيادة السياسية بتحفيز وتشجيع الاستثمار وبما يهيئ المناخ لسرعة تنمية المنطقة جاء ذلك خلال اجتماع ناقده وزير البترول ترق الملة مع مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبية حيث تم استعراض ومناقشة العروض والمشروعات الاستثمارية المقدمة للهيئة موسيقى إلى أسواق البترول العالمية حيث استعادت أسعار النفط قوتها بعد أن ترجعت بأكثر من دولارين بالبرميل في الجلسة السابقة وسط حالة من التفاؤل برفع الصين للقيود لكورونا وتعافي الطلب على النفط والتي تغط على المخاوف من ركود عالمي ارتفع تلاقود الأجلة لخام برينت 65 سنت أو بنسبة 8 من 10% ليصل إلى 79 دولار و69 سنت للبرميل كما ارتفع خام غرب تاكسيس الوسيط الأمريكي 85 سنت أو بنسبة 1 و1 من 10% مسجلا نحو 75 دولار و14 سنت للبرميل في المقابل ترجعت أسعار المزاوط العالميين بنسبة 12% لتصل إلى 3 دولارات و7 سنتات للتر هبطت أسعار الغاز الطبعي بنسبة 8% لتسجل نحو 6 دولارات و7 سنتات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية اتفعت صدرات السعودية من النفط الخام للشهر الخامس على التوالي في أكتوبر في على مستوى لها في 30 شهر زادت صدرات الخام بنسبة 7 من 10% ليصل إلى 7 مليون و773 ألف برميل يوميا في أكتوبر في أعلى مستوى لهم منذ أبريل 2020 في المقابل ترجع إنتاج السعودية من النفط ليصل إلى 10 مليون و957 ألف برميل يوميا في أكتوبر من 11 مليون و41 ألف في سبتمبر أغلقت معظم أسواق الأسهم الخالجية على مكاسب مدعومة باتفاع أسعار النفط بينما أنهى المؤشر السعودي موجة صعود استمرت ثلاثة جلسات مع تأثر معنوات المستثمرين بمخاوف من الركود اتفع مؤشر أبو ظبي 3 من 10% مواصل الارتفاع للجلسة الثلاثة على التوالي كما أغلق مؤشر دبي بزيادة قدروها نحو 3 من 10% وانتدت المكاسب لبورصة قطر والتي أنهى مؤشرها الرئيسي على ارتفاع نسبته 1 من 10% في المقابل ترجع المؤشر السعودي 6 من 10% منهيا ثلاثة جلسات من المكاسب بينما علقت بورصة البحرين التعاملات بسبب عطلة رسمية للسوق تتوقع الإمارات أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي هذا العام 7.6% وجاءت التقديرات لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2023 بنسبة 23% في تعديل بالخفض عن التقدير السابق قال وزير الاقتصاد الإماراتي هذا الشهر إنه من المتوقع نمو الناتج المحلي 6.5% هذا العام وبأكثر من 7% العام المقبلة مشاهدين أنهاية هذه الجولة الاقتصادية عودة مرة أخرى للزميلات لستكمال متابقة من 6 ساعة شكرا لك فوت سيمون شكرا لكم